أقولك يا عبدالباتي أحمل لما نيجي نتكلم عن الزئبة الحمراء إيه هي؟ وليه عاملين حلقتنا النهاردة عنها وإحنا أساساً طبيعينا هم نتكلم دايماً عن أمراض النساء وتوليد هو المرض الزئبة الحمراء ده مرض مناعي للأسف بيصيب بالسيدات أكتر من الرجالة بنسبة يعني عشر مرات أكتر في السيدات في السبعينات كانوا متخيلين أن المرض ده يعني نادر جداً لا نادر جداً وأنه يعني واحد كل مليون لكن مع تقدم العلم وتقدم التحليل والاكتشاف وكده النسبة بتاعته واحد لألف فنسبة تعتبر كبيرة يعني من كل ألف ست فيه واحدة وكل سنة بيشخصوا أعداد كبيرة من السيدات اللي عندها تقريباً نصف مليون في السنة بتتخص مش في مصر يعني في العالم لأ مش في مصر طبع ما فيش نسب في مصر لأ أي دي نسب العالمية إحنا في مصر هنا ما بنتلاش نطلاش إحصائيات بيجي السن الكامل كامل؟ أهميته أنه هو في الفترة بتاعة الحمل والولاد يعني بيظهر المرض من أول سن الخمسة الخمستاشر لغاية الأربعة واربعين يبتدي يظهر المرض اللي هو تعريباً من أول البلوغ أو بعد البلوغ بكم شوية زيارة ولغاية الأربعة واربعين اللي هو برضه قريب من سنة قريب بطاعة التمسة أه بالزبط من آخر إن هي الستة تقدر إنها تحمل أهمية طبعاً الأمراض طب ليه بيجي بالستات أكتر وليه بيجي في الفترة هي مصرقة أريت معلومة في الإنترنت مصررة إن أنا أقولها لا مش هقولها طبعاً أنا هنشاهد يمكن فيه دكتور شايفنا أبدأ حلالي هو الأمراض المناعية مش معنى يعني مش معنى فترة الهرمونات بتاعة الستة اللي هي من 15 لحاجة و40 مش معنى الستة أكتر غير لو كان له علاقة بهرمون الأستروجن خلاص هنعملوليك براعة اختراع طب ليه بيسيب الرجال آه ما بيسيب الرجال عم دوم هرمون أستروجن برضو سا بس كميته ده قليلة جيد وعشان كده هم معددهم قليلة هو بس هو السبب بتاعه الأمراض المناعية معظمها السبب بتاعه غير معروض السبب عدة عوامل أو الأسباب عدة عوامل بيئية جينية وهرمونية عشان تنبسطي التلاتة متجمعين بيؤدوا بيؤدوا إلى المرض ولكن في حاجات بتسبب ظهوره زي مثلا ممكن تطعيم ممكن دواء دواء غلط ولا دواء صحي بسي لا دواء صحي بسي خليه يظهر يعني يبقى الإنسان عنده الاستعداد الجيني بس ما ظهر ممكن الشمس مثلا حد سافري صايف ولا بتاع يرجع بقى يبتدي عنده الزئبة الحمرة تمشتها الشمس بالظبط الفكرة بقى أو اللي أنا يعني حبيت إن أنا أعمل الحلقة مخصوصة عشان الرسالة اللي أنا هقولها دلوقتي دي توصل إنه الأعراض بتاعة الزئبة الحمرة مختلفة من كل ست والتانية يعني مش معنى إن أنا عندي أعراض الفلانية بقى كلنا هيجي لنا نفس الأعراض لأ الأعراض مختلفة والمرض طبعا ملوش علاج لكن العلاجات اللي احنا بنستخدمها بتسيطر على الأعراض لتصبيت المرض يعني بالظبط أهم حاجة بقى اللي جالها اكتشفت إنه عندها زئبة حمرة وعايزت تحمل الأهم نصيحة إنها لازم يكون مرة عليها ستة أشهر المرض هادي المرض بتاع الزئبة الحمرة ده عبارة عن أوقات يعني بزيق ويقل أيوة ساعات يبقى هادي خالص ساعات يبقى فيه أتاك ساعات يسوق خلاص فلإنه النوع من أنواع الأمراض المناعية اللي بيأثر في الحمل يعني ممكن الأعراض بتاعته تزيد ممكن يحصل مشاكل أثناء الحمل للسيدة وللبيبي فالنصيحة المهمة لتقليل المشاكل أثناء الحمل اللي عارفة إنها عندها لوباس لازم تمنع الحمل وما تفكرش تحمل إلا لما يمر عليها ستة أشهر المرض هادي